موسيقى العليم يبحث مع سفير الامريكي تداعيات هجمات الخطيين على الموانئ النفطية والميليشيات تجدد تهديدها احتجاجات في لحج للتنديد بمقتل مواطن على يد جنود يتبعون الانتقالية المدعومة من السعودية والامارات وقفة احتجاجية لامهات المختطفين في الصنعاء للمطالبة باخراج ابنائهن من سجون ميليشيات الحوتي الاتحاد اليمني لكرة القدم يكشف عن الغاء الامارات مباراة ودية مع المنتخب الوطني اهلا بكم الى نشرة الاخبار التي يقدم عليكم هشام الزيادة واسامة الارياني بحث رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع سفير الامريكي لدى اليمن سيفن فاجن لجراءات المنسقة مع المجتمع الاقليمي والدولي لوقف اجامات ميليشي الحوثي وتهديداتها قالت وكالة الانباء الرسمية سبا ان العليمي ناقش مع فاجن في الرياض العلاقات الثنائية بين البلدين وتداعيات التهديدات الارهابية الحوثية لموانئ النفط على الاوضاع المعيشية والامن والسلم الدوليين واشهد المجلس الرئاسي بالجهود الامريكية في تنفيذ قرار حظر الاسلحة المرسلة الى الحوثيين واعتراض مزيد من سفن التهريب الايرانية في المنطقة واتهم مجلس القيادة النظام الايراني بالتورط في هجمات الحوثيين على الموانئ النفطية محذرا من ازمة محتملة في الرواتب والغذاء في المقابل اللوح الحوثيون بشن هجمات انتقامية في حال فرضت الحكومة قيودا اقتصادية جديدة تنفيذا لقرارها تصنيف الميليشيا منظمة ارهابية قال القيادي في الميليشيا احمد دارس ان جماعته لن تقف مكتوفة الايدي امام اي تصعيد باستخدام الورقة الاقتصادية حد زعمه دارس حذر الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة من الاقدام على اي خطوة فيما يتعلق بسناف تصدير النفط الخام دون الرجوع اليها في اشارة الى نيتها شن هجمات عدائية تلويح بشن هجمات انتقامية عقب تصنيفها منظمة ارهابية هذا ما لوحت به ميليشيا الحوثي عقب تنفيذ الحكومة قرارا بادراج نحو 12 كيانا في القائمة السوداء بينها شركات نفطية بتهمة تمويل الحوثيين التلويح الحوثي اكد انهم في حال فرضت الحكومة قيودا اقتصادية جديدة من خلال تجميد حسابات شركاتها في البنك المركزي فانها ستعمد الى تنفيذ هجمات انتقامية على الموانئ والمشاءات النفطية في البلاد وبموازات ذلك حذر القيادي في الميليشيا احمد دارس الشركات النفطية في مناطق سيطرة الحكومة من الاقدام على اي خطوة بشأن استئناف تصدير النفط الخام من دون الرجوع اليها منذ فشل تنديد الهدنة عمدت ميليشيا الحوثي الى استهداف الموانئ والمشاءات النفطية مطالبة بادراج اسماء مقاتليها ضمن كشوفات الرواتب للموافقة على تمديد الهدنة وهو الامر الذي ترفضه الحكومة ويرى مراقبون ان فشل المجتمع الدولي في اقناع ميليشيا الحوثي بوقف هجماتها على المنشآت النفطية والموانئ دفع الحكومة الى اصدار قرار بحضر التعامل مع الشركات النفطية التابعة لها وهي تداعيات قد تنعكس ايضا على اسعار المشتقات النفطية في عموم البلاد الى ذلك دع المبعوث الاممي الى اليمن هانس جرونبرغ الى تحقيق العدالة لجميع اليمنيين فيما دع الاتحاد الاوروبي الى وقف الانتهاكات الجسيمة من قبل اطراف النزاع جاء ذلك في بيانان منفصلين بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان الذي يوافق العاشرة من ديسمبر من كل عام اشهد جرونبرغ بشجاعة المدافعين عن حقوق الانسان في اليمن مجددا الدعوة الى عدم ادخار اي جهد يسعى لتحقيق الكرامة والحرية والعدالة لليمنيين كاف بدورها تحدثت بعثة الاتحاد الاوروبي في اليمن عن ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والقانون الانساني الدولي اثناء النزاع في اليمن مضيفة ان اليمنيين يساحقون السلام الدائم واحترام حقوقهم في كل الوقات وفي بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان جددت اكثر من ثلاثين منظمة حقوقية دعوتها لانشاء آلية مساءلة دولية مستقلة للتحقيق في الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي التي ارتكبتها اطراف الصراع في اليمن وقالت المنظمة وفق البيان ان جميع اطراف النزاع ارتكبت انتهاكات متعددة وواسعة النطاق للقانون الدولية والحقت اضرار جسيمة بحق المدنيين بما في ذلك قتل واصابة عشرات الالاف كما فشلت في اجراء تحقيقات ذات مصداقية او تقديم تعويضات اتشاء آلية تحقيق دولية مستقلة بشأن اليمن هي جوهر الدعوة التي اطلقتها اكثر من ثلاثين منظمة حقوقية في اليوم العالمي لحقوق الانسان وهي دعوة لطالما تكررت في بيانة المنظمات تحت مبرر غياب المساءلة وانتشار الافلات من العقاب لكنها تصطدم بنفوذ الدول داخل مجلس حقوق الانسان الذي اقر دعم لجنة التحقيق الوطنية الحكومية بيان المنظمات اسهب في الحديث عن الانتهاكات الجسيمة وجرائم الحرب وتضمن ارقاما مكررة سبق وان نشرتها تقارير دولية لكنها لم تحدد الجهة المسؤولة عنها وظلت تتحدث بعمومية عن اطراف النزاع اعقب بيان المجتمع الحقوقي بيانات منفصلة للمبعوث الاممي هانس جروندبرغ والذي طالب بتحقيق العدالة لجميع اليمنيين ووقف الانتهاكات الجسيمة من قبل اطراف النزاع تلك الدعوات لا تعبر عن الحد الادنى من الالتزام الاممي تجاه البلد الغارق في الحرب للعام الثامن كما تظل مجرد نداء عابر لوسيط لا يستطيع ذكر الجهة المسؤولة عن الانتهاكات ومعرق لعملية السلام وعلى الرغم من التحركات الاخيرة من قبل الوسطى والاتهامات المتكررة والصريحة بعرقلة مليشيا الحوثي مسار العملية السياسية إلا أن معودهم بإلزام الحوثيين بالسلام تبدو غير جادة وما يثير العديد من التساؤلات اليوم أكثر من أي وقت مضى هل ستواصل مليشيا الحوثي مقامرتها باستغلال مواقف إنهاء الحرب لتحقيق مكاسب على حساب اليمنيين أمام أنظار المجتمع الدولي ميدانيا أعلن الجيش مقتل وإصابة عدد من عناصر مليشيا الحوثي في مواجهة بمديرة قعطبة غرب محافظة الضالة وذكر الجيش في موقعه الرسمي سبتمبر نيت أن عناصر من المليشيا حاولت تسلل باتجاه مواقع جبهة الفاخر غرب مديرية قعطبة لكن قوات الجيش أحبطتها مؤكدة سقوط قتلى وجرح من المليشيا دون ذكر إحصائية محددة إضافة لتدمير آليات قتالية ومن حين لآخر تشهد جبهات محافظة الضالع معارك عنيفة بين الجيش وقوات الانتقال من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى مخلفة خسائر في صفوف الطرفين أطلقت رابطة أمهات المختطفين نداء عاجلا للعالم وبالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن المختطفين في سجون مليشيا الحوثي جاء ذلك في بيان خلالها وقفة احتجاجية نفذتها أمام مكتب المفوضية الزامية لحقوق الإنسان في صنعاء حيث طالبت المجتمع الدولي بالضغط على المليشيا لإطلاق سراح جميع المختطفين والمخفيين قسرا والمعتقلين تعصفا دون قيد أو شرط لم يثنيهن شيء عن الاستمرار في المطالبة بإطلاق سراح المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسرا لازلن هنا حيث لا أحد سواهن ينفذن وقفاتهن الاحتجاجية بشكل مستمر تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان نفذت رابطة أمهات المختطفين وقفة احتجاجية أمام مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في العاصمة صنعاء وتحدية جميع القيود التي تفرضها الميليشيا ضد كل من يقف أمامها مع قدوم أي مناسبة تنتهيز الأمهات الفرصة لتسليط الضوء على قضايا أبنائهن القابعين في سجون ميليشيا الحوثي وحدها أصوتهن لا تزال تردد نداء أطلقوا صراحة أبنائنا المختطفين لتذكر المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالمنسيين القابعين خلف قطبان السجون منتظرين نداء الحرية تمر السنوات ولا يزال آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الحوثيين والجيش الحكومي يواجهون صنوف الانتهاكات فيما لم تنهي الأطراف المتصارعة تنفيذ اتفاق ستوك هولم المتعلق بملف تبادل الأسرى ولطالما بقيت أصوات هؤلاء الأمهات تردد بحقوق أبنائها المختطفين يبقى الأمل حاضرا بأن يلم شملهم مجددا أكد مدير عامي مديرية حيس في الحديدة مطهر القاضي أهمية تظافر الجهود والعمل للحد من انتهاكات ميليشيا الحوثي بحق أبناء المديرية وإشار في كلمتي خلال فعالية أقيمت بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان لما تعانيه اليمن من انتهاكات ميليشيا الحوثي وممارساتها ضد المدنيين منتقدا غياب المنظمة الحقوقية والأمم المتحدة وصمتها داعيا المجتمع الدولية إلى إدانة هذه الجرائم ومعاقبة الجنة الذكرى العالمية لحقوق الإنسان إلا أن هذه الذكرى تصادف ما تعانيه اليمن من معاسي ومن حروب ومن انتهاك لحقوق الإنسان من قبل الميليشيات الهوثية الإجرامية المدعمة من إيران ما تمارسه هذه الفئات الضالة ضد أبناء الشعب اليمني من تنكيل في ظل غياب تام لمنظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية صحيح أن المنظمات الحقوقية كفلت لكل الشعوب الحرية وأيضا التعبير عن الرأي ولكن للأسف أن هذه المنظمة تعض الطرف عن الكثير من المشاكل ومن الكثير من الإعاقة لما تمارسه الميليشيات في حق ابناء الشعب اليمني وأيضا بالنسبة للأخوة المعاقين حركيا سواء كانت إعاقات رحمانية كما ذكر أخينا المعاق بيننا أو كانت إعاقات الحروب فإن السلطة المحلية لن تتوارى أيضا عن الاهتمام والرعاية لهم فيها من تدشين حملة الست عشر يوم لمناهضة العنف ضد المرأة حيث حوت هذه الحملة على العديد من الفعاليات المناهضة للعنف أقمنا العديد من حملات التوعية وقلسات التوعية كما أقمنا العديد من ورشات التي تحيي الفعاليات المناهضة للعنف ضد المرأة كذلك أقمنا بتكريم المرأة النساء التي تم تمكينه خرجت تظاهرة ومسيرة غاضبة في لحجة ديدا باعتقال وقتل المواطن ماجد مقبل على يد جنود اللواء الخامس دعم وإسناد التابع للمجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات وجانب وجاب المحتجون شوارع حبيل ريدا مركزي مديرية حالمين حيث رددوا شعارات تطالب برحيل مدير المديرية عبد الفتاح حيدرة المتمي للمجلس الانتقالي ورحيل قوات المجلس من المديرية المحتجون أغلقوا مبنى السلطة المحلية ومبنى النيابة العامة وأجبروا جنود النقاط الأمنية قرب مبنى إدارة الأمن على المغادرة وأضرم النيران فيها تأتي الاحتجاجات عقب مقتل ماجد مقبل يوم الجمعة الماضية بعد اعتقاله وإعدامه من قبل أفراد المنطقة العسكرية التابعة إداريا لمديرة حبيل جبر وفي عدن أفاد مصدر محلي باندلاع اشتباكات بين قوة أمنية ومسلحين في منطقة الممدارة وذكر موقع العدن أو عدن الغد أن الاشتباكات تركزت في محيط بلود 13 وسمرت لأكثر من ربع ساعة دون ذكر خسائر ولم تعرف بعد أسباب اندلاع المواجهات حتى الآن كما لم تعلق السلطات الأمنية غير أن سكانا أفادوا بانتشار دوريات أمنية في المنطقة عقب توقف الاشتباكات وتشهد العاصمة المؤقتة من فترة لأخرى نزاعات بين فصائل مسلحة على خلفية أعمال سطو على الأراضي في المدينة الخاضعة لقوات المجلس الانتقالي المدعومة من السعودية والإمارات في سياق آخر نشد الصحفي أحمد ماهر المختطف في سجون قوات المجلس الانتقالي بعدن النائب العام التدخل للإفراج عنه أو عقد جلسة محاكمة عاجلة وقال الصحفي ماهر في رسالة بعثها من داخل السجن إنه تعرض للاختطاف على خلفية آرائه السياسية واجر تعظيبه وتهديده بأسرته كما أجبر على الاعتراف بجرائم لم يقم بها ماهر نشد النائب العام لإنصافه والتوجيه بإعادة التحقيق معه كونها أخذت منه تحت التهديد والتعذيب وليست صحيحة كما جاء في نص الرسالة مطالبا بالإسراع في تحديد جلسة وتقديمه للمحاكمة ليرى العالم ويسمع قصته ويعرف الظلم الذي تعرض له وقبل عدة أشهر دهمت قوة تابعة لشرطة دار سعد وأخرى تابعة لقوات في لحج منزل الصحفي أحمد ماهر قبل أن تختطفه مع شقيقه مياس الذي أطلق صراحه في وقت لاحق قالت مصادر محلية أن قوات المجلس الانتقالي المدعوم من السعودية والإمارات في شابوة تفرض جبايات غير قانونية على سائق السيارات وأضحت أن نقاط الانتقالي في مداخل مدينة عتق تفرض رسوما تصل إلى ثمانية آلاف ريان على كل سيارة أو شاحنة تحت ذريعات تحصينة كما تفرض القوات ذاتها جبايات تتجاوز الرسوم المعتادة على أصحاب المحل التجارية والباعة في أسواق المدينة وسط احتقان شعبي متزايد وتتحكم قوات الانتقالي بالملف الأمني والعسكري في شبوة عقب الشياحها مركز المحافظة في أغسطس الماضي وطردها للقوات الحكومية في موضوع آخر دقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسيف ناقوس الخطر بشان انتشار مرض الحصبة في اليمن معلنة وفاة 15 طفلا والاشتباه في إصابة 1400 آخرين خلال سبعة أشهر اليونسيف قالت أنها ساعدت وزارة الصحة العامة والسكان في تنفيذ حملة لقاحات للأطفال سجابة لتفشي المرض مشددة على أهمية برامج التعطيم التي تلعب دوراً أساسياً في إنقاذ الأرواح في البلد الذي يشهد ارتفاعاً في أعداد وفايات الأطفال التي يمكن تفاديها أعلنت الحكومة الأمريكية أنها ستقدم نحو 20 مليون دولار لدعم وتسهيل عملية نقل القمح الأوكراني إلى اليمن لمواجهة أزمة عدم الأمن الغذائي المتفاقمة في البلاد وإشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إلى أن أكثر من نصف سكان اليمن من المرجح أن يواجهوا أزمة في الغذاء أو مسويات أسوأ من عدم الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر الحالي يذكر أن برنامج الغذاء العالمي يقوم بمهمة نقل وتوزيع صادرات الحموب التي تبرعت بها الحكومة الأوكرانية لمساعدة البلدان التي تواجه أشد أزمات الغذاء حول العالم خاصة البؤر الساخنة مثل اليمن وأربع دول أخرى وقبل أيام توجهت ثلاث سفن محملة بالقمح الأوكراني إلى السودان واليمن التي تواجهان جوعا حاد في السياق يواجه المواطنون صعوبات أكثر من أي وقت مضى في الحصول على احتياجاتهم الأساسية نتيجة الانهيار الاقتصادي المستمر وإخفاق الحكومة في تحقيق التعافي نعم ويتخوف الناس من شبح الجوع الذي بات يهدد مئات الآلاف من الأسر في ظل عدم مصادر الدخل وفرص العمل وارتفاع سعار السلح بجسده السبعيني يوظب عبدالوسابي على عرض بطاعته البسيطة هنا في أسواق مدينة الغيظة بمحافظة المهرة أملا في بيعها وكسب ما يمكن من المال ولو كان ضئيلا لتوفير بعض احتياجات أسرته من الغذاء لكنه يعود في الغالب دون بيع أي منها وبالمثل يواجه الكثير من المواطنين من بينهم الباعة الصعوبات ذاتها في العيش بدءا من العمل وصولا إلى النفقات الباهظة على متطلبات المعيشة والله الوضع الاقتصادي مدهور جدا والوضع يعني ما يجتمع القيهات قدوة ما عيش قدوة الناس ضابحين كامل اللي معوه اللي ما معوه الوضع مدهور جدا وخاصة احنا بناء المناطق الشمالية نعاني أكثر بسبب الحوالات وارتفاع الأسعار الأسعار الارتفاعات يعني ممكن أكثر من قدوة أكثر من الضعف تتضاءل الفرص ومعها الآمال لدى الكثير هنا نتيجة تراجع مصادر الدخل وشحة الأعمال بالتوازي مع الارتفاع الكبير والمستمر للأسعار إضافة إلى انعدام الخدمات الحكومية الأساسية كالغازي والصحة وغيرها يعني السلطة العامة والسلطات الموجودة على الأرض بأن الغلال موجود عن هذا المحافظة أو المحافظات الجمهورية يعني يعانوا من أشياء غير صح سواء كان في المواد الغدائية سواء كان في المواد يعني الصحة الدولة هي للأسف الشديد شي بها طائعة مفروض الدولة تكون موجودة وتهتم بالاقتصاد الوطني والاقتصاد المعيشية للسكان لكن الدولة مش موجودة للأسف إلا فيها عصابات وكذا كلهم والتدخل الخارج هو لأثير تأثير سلبي على البلاد هذه وعلي من كلها صعوبات كبيرة يعيشها المواطنون في عموم مدن البلاد في الحصول على احتياجات عيشهم نتيجة التدهور الكبير للاقتصاد الوطني وفي مقدمتها انهيار العملة وما يقابل ذلك من إخفاق فاضح لمؤسسات الدولة في تحقيق التعافي وانتزاء المواطن من المعاناة ياسر محمد لقناة بلقيس المهرى نظم عشرات المواطنين في مديرية رغوان شمال مأرب وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية ورفض التهميش والإقصاء من قبل السلطة المحلية بالمحافظة وطالب المحتجون سلطة المحلية وعلى رأسها اللواء سلطان العرادة محافظة مأرب بتلبية مطالب أبناء المديرية لافتين إلى أنها محرومة من المشاريع التنموية أقال المحتجون في بيان لهم إن المديرية تفتقر لمشاريع الطرق والبنية التحتية والمياه والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات فضلا عن حرمانها من عائدات المحافظة ومشاريعها التنموية في ماربا ناقشت السلطة المحلية مع برنامج لأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الشراكة من أجل مساعدة السلطة المحلية والمجتمع على الصمود والتعافي من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي جاء ذلك خلال لقاء قيادات من السلطة المحلية المنسق الوطني لمشروع تعزيز المرونة المؤسسية والاقتصادية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حيث بحث لقاء تعزيز القدرات المؤسسية والخدمات في جوانب الصحة والتعليم والمياه وخلال اللقاء عبر المسؤولون عن أملهم لتوسعة تدخلات لمساندة قدرات السلطة المحلية في رفع مستوى الخدمات بأدف تلبية الاحتياجات المتزاهدة للسكان والنازحين خاصة في ظل السمرار المزوحي إلى المحافظة أقدم قيادي حوثي في محافظة إب على الاعتداء والسطو على أرض تابعة لمكتب الأوقاف قالت مصادر محلية إن القيادية في الميليشيا ناصر العمري ومعه عشرات المسلحين سطو على أرض تابعة للأوقاف في منطقة جويلة بمدرية الظهار غرب المدينة المصادر أشارت إلى وجود لوب في جهاز الأمن والنيابة والقضاء التابعة أو التابع للميليشيا يعمل لصالح جهات نافذة بهدف السطو على أراضي الأوقاف والمواطنين بقوة السلاح في شان آخر ضبطت السلطات الأمريكية خمسا وسبعين قطعة أثرية يمنية مسروقة أثناء محاولة تهريبها إلى الولايات المتحدة بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية سبا أوضح سفير اليمن لدى واشنطن محمد الحضرم خلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لساترفيلد أن الحكومة تقدر جهود الأجهزة الأمنية الأمريكية التي تمكنت من رصد تلك الأثار وضبطها الحضرمي عبر عن تطلع الجانب اليمني لمزيد من تنسيق الجهود في هذا الشأن بما في ذلك لسفادة من مشاريع الدعم المقدمة من صندوق السفراء للمحافظة على الثقافة والذي يدعم مجموعة واسعة من المشاريع للحفاظ على التراث في البلدان الأقل نموه وخلال اللقاء جرى استعراض البرامج التعليمية التي تقدمها الولايات المتحدة للطلاب اليمنيين حاليا في مختلف المجالات اختتمت في العاصمة الموقتة عدن أعمال القمة النسوية الخامسة التي تنظمها مؤسسة وجود للأمن الإنساني بدعم من الشركاء الدوليين وعلى مدى يومين وبمشاركة مئتي امرأة من المكونات ونشطاء المجتمع المدني في عموم المحافظات ناقشت القمة عددا من المحاول المتعلقة بجهود الوساطة والهدنة وحصاد نتائج القمة ودعت الناشطات في مجال الأمن والسلام إلى الوقوف الفوري للإجراءات التعصفية التي تكرس التمييز ضد المرأة وفي مقدمتها تقييد حقها في حرية الحركة والتنقل استعرض برنامج القمة بمشاركة المبعوثين الأممي والأماركي عبر تقنية الفيديو انتهاكات حقوق الإنسان وإجراءات منعهن من حرية التنقل وستراتيجيات العدالة الانتقالية في بناء السلام نبقى في عدن حيث اختتمت مؤسسة سواعدة تنموية ورشة عمل لتطوير وتقييم المؤسسات والجمعيات والمبادرات الإنسانية أقال رئيس مركز شغف للتدريب عبدالله الصهيبي إن هذه الورشة التي تشارك فيها عشر مؤسسات تهدف إلى عملية تقييم وتطوير المؤسسات المشاركة في الورشة وإشار الصهيبي إلى أنه من خلال هذه الورشة سيتم تمكين المؤسسات من بناء قدراتها وتطويرها لتقديم مساعدة أفضل للمجتمع كشف المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم أن الإمارات اعتذرت عن استضافة معسكر المنتخب وخوض لقاء ودي كان متفقا عليه بين الاتحادين اليمني والإماراتي وأضح الكابتن جمال الخوربي أن المنتخب سيواصل معسكر إعداده خارجيا في مصر ومن المقرر أن يخوض عدة مباراة تجريبية مع أندية مصرية على صعيد المتصل استبعد مدرب المنتخب الوطني التشيكي ميروسلافسكوب تسعة لاعبين من المعسكر الخارجي المقام في مصر استعدادا لكأس الخليج 25 المقرر إقامته في العراق مطلع العام المقبل ووفق بيان صادر عن الاتحاد اليمني لكرة القدم فإن قرار الاسبعات جاء نتيجة إصابات وأسباب صحية مشيرا إلى أن المدرب قد يحتاج إلى اللاعبين المستبعدين في أي لحظة بقي تذكير بالعنوين العلمي يبحث مع سفير الأمريكي تداعيات هجمات الحطيين على الموانئ النفطية والميليشيا تجدد تهديدها احتجاجات في لحج للتنديد بمقتل مواطن على يد جنود يتبعون الانتقالية المدعومة من السعودية والإمارات وقفة نحتجاجية اليومات المختطفين في صنعها للمطالبة بإخراج أبنائهن من سجون ميليشيا الخوتي الاتحاد اليمني لكرة القدم يكشف عن إلغاء الإمارات مباراة مدية مع المنتخب الوطني ومشاهدين كانت هذه هي الأخبار حتى الساعة أشكركم على طيب المتابعة إلى اللقاء في المتابعة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة